أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم في خدمة دروس المرحلة الدراسية الثاني المتوسط الفصل الدراسي الثاني المادة لغة الخالدة موضوع الدرس الوحدة السادسة البيئة الصحية الرسم الإملائي الألف اللينة في آخر الأسماء يسعى هذا الدرس أيها الأحبة إلى تحقيق الأهداف التالية أولا التعرف على كيفية كتابة الألف اللينة ثانيا استنتاج قاعدة الألف اللينة في الأسماء ثالثا الإجابة عن باقي الأنشطة المتعلقة بالدرس فهيا معا لتحقيق هذه الأهداف عزيزي الطالب كيف تكتب الألف اللينة في آخر الحروف؟ ما الإجابة؟ نفكر قليلا ترسم على صورة يا غير منقوطة أحسنتم ما المثال؟ نفكر حتى الألف اللينة رسمت على صورة يا غير منقوطة أحسنتم ما النوع الآخر؟ نفكر قليلا ترسم على صورة ألف قائمة ما المثال؟ لا الألف اللينة في لا أتت على صورة ألف قائمة عزيزي الطالب أجمع الكلمات الملونة من نصوص الوحدة ثم أنسخها في الفراغ التالي ما الإجابة؟ نفكر قليلا سنة، جدوى، الأذى، العمى، أخرى، القرى، الربى، الخطى، الورى، بقايا، النوايا، الهوى أحسنتم سنة، الألف اللينة، رسمت على صورة ألف قائمة جدوى، الألف اللينة، رسمت على صورة يا غير منقوطة الأذى، الألف اللينة، رسمت على صورة يا غير منقوطة العمى، الألف اللينة، رسمت على صورة يا غير منقوطة أخرى الألف اللينة رسمت على صورة يا غير منقوطة القرى الألف اللينة رسمت على صورة يا غير منقوطة الربى الألف اللينة رسمت على صورة ألف قائمة الخطى الألف اللينة رسمت على صورة ألف قائمة الوراء الألف اللينة رسمت على صورة يا غير منقوطة بقايا الألف اللينة رسمت على صورة ألف قائمة النوايا الألف اللينة رسمت على صورة ألف قائمة الهواء الألف اللينة رسمت على صورة يا غير منقوطة عزيزي طالب تأمل الكلمات السابقة للإجابة وفق المطلوب أولا تضليل المربع الذي يمثل الجواب الصحيح الكلمات السابقة هي الخيارات الخيار الأول أسماء الخيار الثاني أفعال الخيار الثالث حروف ما الإجابة؟ نفكر قليلا أسماء أحسنتم إجابة موفقة عزيزي طالب أصنف الكلمات السابقة وفق المعايير التالية مع الاستفادة من المثال المعطى عزيزي طالب نستخرج الأسماء الثلاثية من الكلمات السابقة المثال المعطى سنة ما الإجابة؟ نفكر قليلا سنة الأذى القرى الربى الورى أحسنتم سنة الربى الألف اللينة رسمت على صورة ألف قائمة الأذى القرى الورى الألف اللينة رسمت على صورة ياء غير منقوطة عزيزي طالب نستخرج الأسماء التي تزيد عن ثلاثة أحرف ما الإجابة؟ المثال المعطى جدوى ما الإجابة يا أحبة؟ نكمل جدوى أخرى بقايا النوايا أحسنتم جدوى أخرى الألف اللينة رسمت على صورة ياء غير منقوطة بقايا النوايا الألف اللينة رسمت على صورة ألف قائمة عزيزي الطالب نستخرج الأسماء التي أتت على صورة ألف قائمة المثال المعطى سنة ما الإجابة؟ نفكر قليلا سنة الربى بقايا النوايا أحسنتم عزيزي الطالب نستخرج الأسماء التي أتت على صورة ألف قائمة صورة ياء غير منقوطة المثال المعطى جدوى ما الإجابة؟ نفكر قليلا جدوى الأذى العمى القرى الورى الهدى أخرى أحسنتم إجابة رائعة إضاءة التعريف لا تحسب من أحرف الكلمة الألف اللينة إذا جاءت متوسطة تكتب ألفا قائمة لمعرفة أصل الألف في الأسماء الثلاثية يرجع للمعاجم اللغوية ويلاحظ متناها مثل عصا عصوان عصا عصوان وجمعها مثل فتا فتية ومفرد الكلمة إن كانت جمعا مثل خطا خطوة الصفة المؤنثة مثل العمى عمياء عزيزي الطالب أكمل الجدول كما في المثال المثال المعطى سنة عدد الأحرف ثلاثة كتبت على صورة ألف قائمة كما نرى سنة الألف اللينة كتبت على صورة ألف قائمة التوضيح أصل الألف واو الأذى ما عدد الأحرف وكيف كتبت وما أصل الألف ما الإجابة يا أحبة الأذى عدد الأحرف ثلاثة كتبت على صورة يا غير منقوطة أصل الألف يا العمى ما عدد الأحرف وكيف كتبت وما أصل الألف ما الإجابة ما الإجابة نفكر قليلا عدد الأحرف ثلاثة كتبت على صورة يا غير منقوطة كما نرى العمى الألف اللينة رسمت على صورة يا غير منقوطة أصل الألف يا القرى ما عدد الأحرف وكيف كتبت الألف اللينة وما أصل الألف ما الإجابة نفكر قليلا عدد الأحرف ثلاثة كتبت على صورة يا غير منقوطة أصل الألف يا عزيزي الطالب ما مفرد ما مفرد قرى ما الإجابة قرية قرى جمع ومفرد قرى قرية المفرد قرية إذن أصل الألف يا قرى قرية الربا عزيزي الطالب ما عدد الأحرف وكيف كتبت الألف اللينة وما أصل الألف ما الإجابة نفكر قليلا عدد الأحرف ثلاثة كتبت على صورة ألف قائمة أصل الألف واو الخطى ما الإجابة نفكر قليلا عدد الأحرف ثلاثة كتبت على صورة ألف قائمة أصل الألف واو عزيزي الطالب ما مفرد خطى ما مفرد خطى ما الإجابة خطوة مفرد خطى خطوة إذن أصل الألف خطى خطوة الوراء ما الإجابة نفكر قليلا عدد الأحرف ثلاثة كتبت على صورة يا غير منقوطة أصل الألف يا شفا ما الإجابة نفكر عدد الأحرف ثلاثة كتبت على صورة ألف قائمة أصل الألف هدى ما الإجابة نفكر قليلا عدد الأحرف ثلاثة كتبت على صورة يا غير منقوطة أصل الألف يا أحسنتم أكتب استنتاجي تكتب الألف اللينة ألفا قائمة إذا كان الاسم ثلاثيا وكانت الألف منقلبة عن واو تكتب يا في غير ذلك بأن تكون في اسم ثلاثي وهي منقلبة عن يا عزيزي الطالب اجمع الأسماء الآتية على غرار المثال المعطى خطيئة خطايا قضية ما جمع قضية ما الإجابة نفكر قليلا قضايا عطية ما جمع عطية عطايا أحسنتم جريح الجمع جرحة مريض ما جمع مريض ما الإجابة مرضى صريع ما جمع صريع سرعة أحسنتم إضاءة في الاسم الزائد عن ثلاثة أحرف لا ينظر إلى أصل الألف فيها بل ينظر إلى ما يسبقها ترسم الألف اللين المتطرف ياء في يحيا للتفرق بينه وبين الفعل يحيا عزيزي الطالب ألاحظ الاسم التالي ثم أجيب عما يلي أمريكا أهو عربي أم أعجمي ما الإجابة نفكر قليلا اسم أعجمي أحسنتم كيف كتبت الألف اللينة في آخره ما الإجابة كتبت قائمة أحسنتم عزيزي الطالب أكتب اسم الدولة التي ينتمي إليها كل مخترع مما يلي أولا نيكولاس أوغوست أوتو ما الإجابة نفكر قليلا ألمانيا الألف اللينة رسمت على صورة ألف قائمة أحسنتم ثانيا الريكو فيرمي ما الإجابة نفكر قليلا إيطاليا أحسنتم الألف اللينة رسمت على صورة ألف قائمة عزيزي الطالب تكتب الألف اللينة المتطرفة في الأسماء العجمية ألفا ألفا قائمة مثل يافا زكريا شبرا روسيا أمريكا ألمانيا إيطاليا نعيد تكتب الألف اللينة المتطرفة في الأسماء العجمية ألفا قائمة مثل ألمانيا إيطاليا وهكذا إلا إلا في خمسة منها فتكتب على صورة الياء إلا في خمسة منها فتكتب على صورة الياء هي موسى عيسى متى كسرى بخارى تعلمنا اليوم الألف اللينة في آخر الأسماء إذا كان الاسم ثلاثيا تكتب ألفا قائمة إذا كان أصلها واو تكتب ياء إذا كان أصلها ياء تكتب ألفا قائمة إذا سبقت بياء تكتب ألفا مقصورة إذا لم تسبق بياء إذا كان الاسم عجميا تكتب الألف قائمة في جميع الأسماء العجمية ما عدا خمسة منها هذا هو درسنا اليوم وإلى لقاء قادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته